في اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن فرص استثمار لبنان لثرواته المائية والنفطية تقتضي وجود حكومة وطنية كاملات الصلاحيات وتوفر الحماية خصوصاً في الوقت الذي واصل فيه العدو عمليات نهبه المكاثفة لحقول النفط والغاز وأملت الكتلة الإسراع في تأليف الحكومة أشدد الكتلة على سلبيات المراوحة في تشكيل الحكومة وانعكاس الضرر من جراء ذلك على لبنان واللبنانيين فضلاً عن تضييع الوقت وتغييب المعيار المحدد الذي على أساسه تتحقق المشاركة ويتوازن التمثيل إن الرئيس المكلف يدرك بأن المراوحة والتأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن سيضعان التأليف أمام تعقيدات جديدة خصوصاً إذا تبين أن الاستنساب هو المعيار المعتمد أن لبنان مدعو حكومة وقوى سياسية الاستفادة من تطورات الأوضاع في المنطقة لمراجعة تموضعه الاستراتيجي ولعادة النظر في بعض علاقاته الإقليمية والدولية وأعلى الكتلة إعدادها مجموعة اقتراحات قوانين لضبط الهدر ومكافحة الفساد ستحيلها إلى المجلس النيابي في أقرب فرصة آملتان أن تواكبها مراسيم تأليف الحكومة الجديدة لينتظم عمل المجلس الرقابي ترجمة نانسي قنقر